معنا من جوريس مرسلنا سمير عمر سمير ما الذي يأتيك عن خطوط التماس والمواجهة؟ فضيلة نحو ثمانية عشر ساعة انقضت منذ دخل اتفاق وقف اطلاق النار الذي أعلنته أدربيجان وأرمينيا يوم أمس حيزة التنفيذ ثمانية وعشر ساعة لم تقف خلالها الاشتباكات سواء بدأت في الصباح الباكر أو أثناء النهار أو حتى هذه اللحظة قبل قليل أعلنت وزارة الدفاع فيما يعرف بجمهورية ناجوني كرباخ غير المعترف بها أن أدربيجان وصلت انتهاكها لهذه الهدنة الإنسانية وأنها أرسلت طائرات بدون طيار مخترقة المجال الجوي لناجوني كرباخ وزارة الدفاع في إقليم ناجوني كرباخ قالت أنها أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين لسلاح الجو الأذري الأذريون في المقابل قالوا أنهم أسقطوا طائرة تابعة لأرمينيا أثناء محاولتها استهداف مواقع عسكرية أذرية في اتجاه مدينة جبرايل في محيط إقليم ناجوني كرباخ المحصلة اليوم فضيلة بعد نحو ثمانية عشر ساعة من دخول قرار وقف إطلاق النار حيث النفاذ تلخص في الآتي أولا استمرار التهمات المتبادلة بوقف إطلاق النار بين الجانبين ثانيا إسقاط طائرة أرمينية قالت أذربيجان أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية في اتجاه جبرايل ثالثا أرتساخ أو ناجوني كرباخ يقول أنها أسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للسلاح الآذري بينما تواصل المعارك على خطوط التماس سواء في الاتجاه الشمالي الجنوبي أو الشرقي هذا هو ملخص هذا اليوم بينما يحدو الأمل هنا في أرمينيا أن تفلح الجهود الدمواصية الرامية إلى وضع وقف إطلاق النار موضع الاحترام والتطبيق من الجانبين حتى لا تزداد معالاة المدنيين على جانبين الحدود شكرا لك سمير عمر من مدينة غوريس